في إطار الخطبة المتقدمة وإكمالاً للعلاج من الوقوع في المخالفات الشرعية التي فيها رضا الله ونجاة العبد والعاقب الحسن وصلاح النفس وإصلاح المجتمع هناك من الأسباب الخطيرة أيضاً نجد سؤال من ليس هو أهل للسؤال وهذه معظلة كبيرة معظلة كبيرة وأتمكن أقول سنة متكررة في المجتمعات التي يصيبها الظلال لما تمر في القرآن الكريم تجد هذا الازدلاق في بني إسرائيل ظاهرة وقد كرر الله كرر بتحذير أن يتبعوا الرهبان ويتبعوا رجال الدين المتلبسين بثوب الدين الله سبحانه وتعالى جعل البصيرة في نفوسنا نتمكن لا سيما ونحن مؤمنون ونستمد العون ونستمد العون ونستنزل الخير والنور الله يجعل لنا فرقانا ويجعل لنا نورا نمشي به بين الناس نتمكن أن نميز بين من هو أهل أن يسأل وبين من هو يصطاد فيما يسأل هذا السبب أيضا يجب التنبيه وتحذر منه ولابد أن يسأل أهل العلم ولابد أن الإنسان يميز بين الفاهم وبين من يدله على الطريق ويهديه إلى سبيل الرشاد وبين من يستغل هذا الدين وهذه الأسئلة إلى المقارب الشخصية أو التجارية أو الحزبية السبب السادس السبب الخامس عفوا الحذر من الطعن في الدين نجد شريحة في المجتمع في المجتمع الإسلامي خاصة لأن في غير المجتمعات الإسلامية لها طرقها الواضح في المجتمعات الإسلامية والمؤامرات المعروفة وأصبحت لدينا معروفة استغلال الدين وأهل الدين والطعن في علماء الدين بنفس الوقت بنفس الوقت حيث نحذر من أولئك الذين تلبسوا بالدين بنفس الوقت نحذر أن إيانا أن نتجرع على رجال الدين علماء الدين الشرعيين الممثلين الأصليين الممثلين من قبل الدين لأن هؤلاء هم الذين يأخذون بأيدينا إلى سبيل الهداية وهم الذين يضعوننا على طريق المستقيم هؤلاء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية هؤلاء هم الذين أوقفوا أعمارهم ستين وسبعين سنة أن كتبوا الرسائل العملية لهذه الغاية فأيضا نحذر من الذين يطعن من الذي يطعن في عالم الدين وفي المراجع هذه مسألة مهمة هاي السبب السبب الخامس وعلاجه بصورة موجزة السادس هذا الحياء نضع الحياء جانبا لأن الحياء متغلب لا سيما على شبابنا لا نسأل ولا نتعرف على أمور ديننا هناك المنبع الأول الرسالة العملي وأفضل طريق وأخصر وأخصر طريق إلى المعرفة هي الرسالة العملية قيمة الإنسان المكلف قيمته معرفته بالرسالة العملية بالأحكام الشريعية البعض يرغب في قراءة القرآن الكريم ويتعلم القرآن الكريم أو يسعى لدراسة العلوم الحوزوية البعض يصر أن في الليلة يحظر مجلس ومجلسين وثلاثة لكن ما عنده رغبة أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها غالبا على حد تعبيرهم في الرسالة العملية لم لم نجعل وقتاً معيناً فقط للمسائل الشرعية لأن المسائل الشرعية تهذب الإنسان ويستقيم في أفعاله وفي تصرفاته وفي كلامه مع الناس ومعاملته مع الآخرين الرسالة العملية كلمة بسيطة لأحد الفقهاء أن يخرجنا من حد الحيوانية إلى حد الإنسانية وفي الواقع هكذا اللي ما يتعرف على الأحكام الشرعية والرسالة العملية حقيقة هو بعيد عن المسائل الدينية هذه السبب السادس المعالجة العامة في إطار الأسباب هي التقوى يا أخي التقوى التقوى يعني وقى نفسه وقى يقي وقوى هذه كانت وقوى قلبها صارت تقوى كلمة صريحة كما يقول القرآن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والآية التي قرأتها الذين يتقون الله التقوى هي سبيلهم يجعل لهم فرقان يجعل لهم نورا يفرق بين الحق وبين الباطل إذن الحذر دائما وهو أفضل الأعمال كما عبر عنه الإمام الصادق سلام الله عليه قال أفضل الأعمال الورع عن محارم الله لأن هذا لما يتورع من الفعل لا يعمله حتى يراجع المسألة الشرعية الرسالة العملية هاي الكلمة ما يقولها إلا ويعرف يراجع ذهنه يتصفح هاي الصفحات اللي يحافظين ويعمل على ضوءها ما يقع في الحرام ما يقع في المحذور ما يقع في المخالفات الشرعية هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات